النهاردة حلقة بداية الاسبوع النهاردة حلقة بروح السوبر بروح الانتصارات بروح الفانيلا الحمر روح الفانيلا الحمر دي مش الزرقة ولا السودة ولا لا لكن روح الفانيلا الحمر اللي دايما النادي الاهلي بيحافظ على هذه الكلمة وبيحافظ على هذا السر سر روح الفانيلا الحمر وهو اللي بيحافظ دائما وابدا على انتصاراته بسبب روح الفانيلا الحمر النهاردة أنا هتكلم مع حضراتكم في ملفات كثيرة ولكن أنا هبدأ كلامي النهاردة بفيديو الفيديو اللي أنا عملته أنا برضه من المرات القليلة جداً وأنا آسف ولكن هي من المرات القليلة جداً جداً اللي أنا هعرض فيديو فيه لنفسي أنا آسف ولكن هو فيديو لازم أعرضه لأنه فيه ناس خدته والتريقة عليه فخلينا نشوف الفيديو ده وارجع أتكلم مع حضراتكم فيما هو قادم جاهز؟ فضل عملنا ثلاث صفقات لغاية دلوقتي بشادي حسين ومصطفى ميسي وسافيو طيب الثلاث صفقات دول بالنسبة لي مش هما الصفقات اللي عملهم النادي الأهلي فقط لا النادي الأهلي من وجهة نظري عمل 11 صفقة ايه عمل اللي انت بتقوله ده؟ أيوة صدقوني عودة محمد الشناوي بعد الأجازة صفقة عودة ياسر إبراهيم بعد الأجازة صفقة عودة أيمن أشرف بعد الأجازة صفقة عودة عمر السلية وحمدي فتحي وقاليو ديانج بعد الأجازة صفقة عودة علي معلول بعد الأجازة صفقة عودة محمد شريف بعد الأجازة صفقة عودة محمد مجدي أفشة بعد الأجازة صفقة عودة حسين الشحات وطهر محمد طهر صفقة 11 أهو ورجعنا وأكرم توفيق صفقة جديدة بقاله سنة بعيد عننا وبالتالي قدي 12 صفق بجانب الثلاث صفقات اللي احنا جيبناهم لغاية دلوقتي وحنشوف هيحصل إيه هالحيات والله لو حد تالي بيقول الكلام ده كنت حسقف له لكن عشان أنا اللي بقول الكلام ده أنا عمري في حياتي وأنا بتكلم ولا حد بيخلينا تكلم ولا حاجة بتخلينا تكلم ولا أي شيء حاجة تخليني أتكلم إلا لو أنا مقتنع إلا لو أنا مقتنع أنا عملنا 12 صفقة أيوة النادي الأهلي عمل 12 صفقة وبقوا كرر محمد الشناوي صفقة جديدة حمد فتحي صفقة جديدة عمر السلية صفقة جديدة مجد أفشة صفقة جديدة كل هؤلاء اللي عبيد شريف وطاهر وده طاهر وده شريف وده مجد أفشة هم هم اللي كانوا قبل ما ياخدوا الأجازة تغبيط فيها بشكل غير طبيعي وحملات ممنهجة للهجوم علي أنا شخصيا عنديش مشكلة كل ده ما بيفرقش معايا وفي نفس الوقت حملات ممولة للهجوم على كابتب محمود الخطيب حملات ممولة للهجوم على كابتب محمود الخطيب وليه الفيلم ده كله بيتعمل وليه كل هذه الأمور بتتزبط بهذا الشكل كل ده علشان النادي الأهلي جاب ثلاث صفقات واثنشر صفقة زي ما وريت حضراتكم كل اللي بيحصل ده علشان إحنا كنادي أهلي عشان إحنا كنادي أهلي عارفين إحنا بنعمل إيه كل اللي بيحصل ده علشان النادي الأهلي عارف متى يختار ويختار إزاي أنا على فكرة كل يوم الصبح أو كل يوم بالليل أنا أطلع ممكن أرد على الكلام الهجس اللي بيتقال وشوية يعني الواحد الحياة بيحاول يمسك نفسه على قد ما يقدر وشوية ناس قاعدة تتكلم وخلاص ما حدش فيهم حاجة ولا حد بيتكلم في إيه ولكن أخلاق النادي الأهلي تمنعنا من الرد على مثل هؤلاء اللي أنا دايماً بقوله واللي أنا دايماً بتكلم فيه أنا مليش دعوة مين عنده إيه أو مين جاب كم صفقة والله العظيم ما تفرق معي جبت 12 11 10 9 8 دفعت 100 مليون دفعت 200 مليون عندك مشاكل إدارية عندك مش عارف إيه عندك إيه تي حاجة تخصك والله العظيم ما بفكر في مثل هذه الأمور إطلاقاً ولكن أنا كل تفكيري هو للنادي الأهلي أنا لما وانا طالع بتكلم مع حضراتكم أنا بتكلم مع جمهور الأهلي ولكن بعد ما لا يشجع النادي الأهلي أنا ما بيفرقش معايا والله خالص ما بيفرقش معايا الناس اللي بتقعد تتكلم أي كلام وخلاص على فكرة هناك بعد ما لا يشجع النادي الأهلي ناس عندها ثقة في نفسها وناس جميلة كده وناس تقدر تقنحهم بالكلام هو أنا من المفترض أن أنا أطلع يعني هل أنا يعني لهذه الدرجة ممكن أطلع أقول كلام أضحك بيه على جمهور الأهلي 80-90 مليون ولا 70-80 مليون أهلاوي أنا أطلع أضحك عليهم عشان إيه ليه 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 كل ده ليه حضرتك بتحل مشاكلك على حسابي لا حضرتك لو عايزت تحل مشاكلك حل مشاكلك لوحدك لكن ما تحلش مشاكلك على حساب النادي الأهلي أنا عمري في حياتي ما بطلع أقول كلمة إلا لما أكون مقتنع بيها وأنا مقتنع تماما أن النادي الأهلي عنده فريق محترم النادي الأهلي عنده سكواد رائع عنده سكواد لا يحتاج إلا إلى بعض النواقص اللي مش إسلامي اللي قال كده ولكن مارسيل كولر نفسه قال هذا الكلام مارسيل كولر نفسه قال إن أنا وقفت كل الصفقات لغاية لما شوف النواقص اللي موجودة في الفرقة وأبتدي أطلبها في شهر واحد اللي جاي وبعد كده في الصيف ترجمة نانسي قنقر